بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ رائد المساعد نفتح كتاب الأكتيفتي بوك إلى البيج 38 الصبح الثامنة والثلاثين وعن اليوم تمرينين بسيطات ومفيدات في بداية الواحدة الخامسة التمرين الأول بحكي لي complete أكمل إيش أكمل يا أستاذ؟ The sentences with the vocabulary from module 5 أكمل الجمل بماذا؟ بالمفردات من الوحدة الخامسة طبعا المفردات الموجودة في الكتاب الآخر كتاب الـ Students Book اللي بتكون في الصناديق رح نستخدم بعضها هون إن شاء الله الجملة الأولى بتحكي لي التالي هدى is a فراغ بدي كلمة أول حرف فيها M She's very rich يعني إيش؟ المعنى مع بعض هي غنية جدا But she still refuses to spend any money on helping children in need المعنى لكنها هدى هاي رومنها غنية لكنها لا تزال ترفض أن تنفق أي مال على مساعدة الأطفال المحتاجين Children in need يعني أطفال المحتاجين طيب بدي كلمة أول حرف فيها M وفي عنده هون كلمات مفتاحية بتساعدني أول شيء في عندي هي إنها rich غنية لكن من نفس الوقت refuses to spend يعني ترفض أن تنفق الشخص الغني وبيرفض أنه ينفق شو بنحكي عنه؟ بنحكي عنه بخيل يا أستاذ طيب شو معنا تبخيل بإنجليزي؟ miser حرف الأم هم حاطينه احنا بنكمل I-S-E-R miser بخيل الكلمات المفتاحية يلي لازم تحفظوا معانيها عشان تقدروا تمشوا حالك في الامتحان على الأقل احفظوا miser بخيل وإحفظوا rich غني refuse يرفض و spend ينفق طيب نشوف البعدي هنا فادي is so excited about the promotion and raise he wants to more money in order to buy a laptop for his mother المعنى مع بعض فادي شو مع له فادي؟ متحمس جدا بشأن ماذا؟ الترقية والعلاوة هو يريد أن فراغ نقودا أكثر لكي يشتري حاسوب محمول لأجل والدته إذن في عنا شخص هون اسمه فادي بده المزيد من المال عشان يشتري لابتوب لوالدته إيش يترى راح نحتاج هون أول حرف I لاحظوا فراغ more money المزيد من المال أو مال أكثر to buy ليشتري واحد بده فلوس أكثر عشان يشتري شو راح يعمل؟ راح يكسب المال فهون نحكي إيش؟ earn شو معت earn؟ يعني يكسب earn more money يكسب مال أكثر ليشتري طيب حلو كثير بس بدي أحكي لكم شغلة هون in order to هاي ثلاث كلمات in order to مع بعضها معناتها لكي لكي طيب نشوف شوف عندي في sentence number three يلي بتحكي نادية took a فراغ decision not to eat ice cream until she feels better نادية took a decision not to eat ice cream until she feels better المعنى نادية اتخذت قرارا فراغ ألا تأكل ice cream حتى تشعر أفضل حتى تحسن صفحتها ايش اتخذت قرار decision decision هذا القرار بدنا نصفه بوصف طبعا رح ننصفه انه هو قرار حكيم او قرار عاقل sensible قرار راشد بس تشوف كلمة decision يعني قرار قرار عاقل sensible decision sensible decision قرار عاقل بس نشوف decision نتذكر sensible طيب في عندي فور رامي is so فراغ although he got five gifts for his birthday he still wanted more رامي is so although he got five gifts for his birthday he still wanted more طيب إذن المعنى رامي هو شيء جدا سوء معنى هم زيفري بالرغم أنه حصل على خمس هدايا لعيد بلاده فإنه لا يزال يريد المزيد أخذ خمس هدايا ولسه بعده كمان شو رايكو wanted more أراد المزيد واحد بده كمان وكمان شو بنحكي عنه طماع إيش معتك طماع greedy 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 طماع شو الكلمات المفتاحية أستاذ wanted more إيش معتها أراد المزيد أو أراد أكثر معتها تطماع five when economies collapse many business people lose all their money and become فرق إيش معنى عندما تنهار الاقتصاد 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 عندما ينهار الاقتصاد شو اللي بيصير الكثير من رجال الأعمال يخسرون إيش أموالهم كل أموالهم ويصبحوا فرق طيب أنا في عندي هون lose يعني يفقد all يعني كل المال الشخص اللي بيفقد كل المال بنسميه شخص مفلس bank robbed bankrupt يعني مفلس إذن الكاملات المفتاحية lose all money يخسر كل المال وبينكرافت مفلس هاي لازم نحفظها إذن كلمات المفتاحية مع الخيارات كمان اللي في الفراغ الكلمات في الفراغ لازم نحفظ معانهم خلينا شو شو عندي في الـ grammar grammar يعني قواعد تذكر احنا قواعد هاي الوحدة أخذنا عليها درس طبعا واللي ما حضر يا ريت بعد هاي الدرس يكتب على يوتيوب رائد المساعد الصف الع التاسع قواعد الوحدة التاسعة أو قاعدة الوحدة التاسعة قاعدة هاي الوحدة هي عن إيش محددات الكمية quantity words and expressions بحكي complete the passage with the phrases from the box إذن بدي أكمل باستخدام ما في الصندوق خلنا نشوف الخيارات اللي عندي a lot of money لو سألتكو إيش يعني a lot of money يعني يا أستاذ الكثير من المال حلو كثير لو سألتكو إيش مات a few pennies a few pennies يعني القليل القليل من القروش طيب البعديها إيش معنات يا ترى some bread and tea some bread and tea يعني بعض الخبز والشاي اللي بعديها many hours many hours يا أستاذ يعني العديد من الساعات أو الكثير من الساعات طيب much money يعني الكثير من المال أو مالا كثيرا طيب lots of banknotes lots of banknotes يعني الكثير من الأوراق النقدية الكثير من الأوراق النقدية وآخر شيء a few a few يعني القليل هذول طبعا لازم نحفظ معانيهم عن غيب لأنه هما قد نحكي محور قاعدة هذه الوحدة بعد ما شفنا الخيارات خلينا نشوف شوفي عندي في النص وكيف يترى راح نكمل الفراغات أول شيء طبعا لازم نقرأ ونفهم I know a man in the neighborhood who used to be a miser المعنى مع بعض أنا أعرف رجلا في الحي والذي والذي اعتاد أن يكون أيش بخيلا ميزر طيب Every day Mr. Salama spent many hours after work counting his money المعنى كل يوم السيد سلامة شو ما قاله أنفق الكثير من الساعات أو يستهلك أو نعم يستهلك الكثير من الساعات بعد العمل يعد ماذا يعد ماله بعد فلوسه طيب نكمل and و فراغ hours with his family وفراغ من الساعات مع أسرته هذا الشخص بعد العمل بيعد بيظل يعد بفلوسه للكثير من الساعات معناته ما بيظل وقت كثير لأسرته صحيح نعم صحيح إذن هو بيقضي ساعات قليلة مع الأسرة شو ما قاله قليل هون a few وهي a few إذن صار عندي and a few hours والقليل من الساعات مع أسرته إذن استخدمنا a few نكمل اللهم صل على نبينا محمد he didn't have فراغ but his only dream was to save كذا طيب المعنى هو لم يمتلك لكن حلمه الوحيد كان أن يوفرك هو لم يكن يمتلك أكيد يا أستاذ ماضح أنه لم يكن يمتلك الكثير من المال لكن حلمه كان أنه يصير عنده مال كثير طيب حلو كثير إذن هو لم يمتلك الكثير من المال إذن هو لم يمتلك الكثير من المال لكن حلم الوحيد كان أن يوفر الكثير من المال A lot of money A lot of money طيب كويس كثير إذن استخدمنا much money واستخدمنا كمان A lot of money نكمل One day One day يعني يوما ما أو في أحد الأيام Mr. Salama saw a poor child selling flowers next to his house The boy was feeling so cold that he couldn't speak المعنى في أحد الأيام السيد سلامة رأى طفلا فقيرا يبيع الزهور بجانب بيته الولد كان يشعر ببرد شديد لدرجة أنه لم يستطع الكلام طيب نكمل Mr. Salama felt so bad شعر السيد سلامة بحزن شديد He brought the child فراغ then went to his bedroom where he kept all the money under the bed إذن هو طبعا هو هاي بتعود على سلامة أحضر أحضر للطفل إيش أحضر للطفل إيش معين يترى شو أحضر للطفل هذا الطفل الفقير الجائع البردان أكيد أحضر له بعض الخبز والشاي some bread and tea ثم ذهب إلى غرفة نومه حيث كان يحتفظ بالمال تحت سريره تحت السرير نكمل there were كان هناك فراغ and فراغ شو كان تحت السرير كان تحت السرير أكيد شو ظل عندي طبعا هاي مستخدمة ظل عندي بس الكثير من الأوراق النقدية والقليل من القروش إذا راح نوزحهم هون على الفراغين كان هناك يعني تحت سريره الكثير من الأوراق النقدية a lot of bank notes و إيش القليل من القروش and a few pennies وهي pennies a few pennies القليل من القروش أه حلو كثير نكمل Mr. Salama realized then how bad he was and decided to become a different person he didn't want to keep the money for himself anymore and started giving the money he had saved to charity and poor families he also started spending more time with his family إذن السيد السلامة أدرك عند إذن كي كم سيئ كان كم هو كان سيئ وقرر أن يصبح شخصا آخر هو لم يرد أن يحتفظ بالمال لأجل نفسه بعد ذلك أو بعد ذلك نعم وبدأ يعطي المال الذي وفره لأعمال الخير يتصدق فيها يعني والعوائل الفقيرة هو أيضا أراد انفاق المزيد من الوقت أو وقتا أكثر مع أسرته هيك بنكون خلصنا إن شاء نراكم في الفيديو القادم عشان هيك لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته